الواحد يقول ايه بس والله يا جماعة يا اخي من الايام اللطيفة برضو اللي بتمر على البني ادم لطيفة لانه بص امبارح خلو خدت بالك احنا في الحلقة في جزء كبير من الحلقة جدا اول وقت يعني كان انا خدته وده طبعا اثر على الفقرتين النهائيتين بتوح حلقتنا مع ضيوفنا الكرام بس الجزء اللي احنا خدناه ده كان جزء متعلق لو تفتكروا بالجوائز اللي حصل عليها ثلاثة من العلماء المصريين في المعرض او في المسابقة اللي كانت معمولة والسفروا بتوجه من الدولة وعلى نفقة الدولة واكاديمية البحث العلمي وزاعة الزراعة من جهة ومركز البحث الزراعية الى اخره طيب طيب وانا بظن بظن انه استحالة هتلاقي برنامج يدي هذه المساحة لحديث في العلم ومع العلماء وبشيء من التفصيل قدر الامكان اللي بتتيحه مكلمات التليفون او زوم الى اخره غيرنا وبقولك الكلام ده فعلا وانا فرحانا شكلك هو يوم من الايام الكويسة انا لقيت انه رد الفعل بتاع هذه الفقرة امبارح مع علماءنا المصريين التلاتة كان رد فعلا كويس قوي حلو قوي حلو لانا لقيت الناس كانت مبسوطة يعني انا خدت بالي من الردود الافعال اللي اتكتبت على السوشيال ميديا الناس اللي بشوفهم الى اخره الناس كانت مبسوطة انه في حديث عن العلم مع العلماء بهذا الحجم على برنامج رئيسي في قناة مصر الاولى ولقيت انه الناس بتقول يا ريت نكتر قدر الامكان من الحاجات اللي من النوع ده واللي عجبني اكتر انه كل او العلماء التلاتة اللي استضفناهم وتشرفنا بالحديث معهم مبارح ابحاثهم ومشاريعهم كلها تطبيقية يعني مش مجرد ابحاث على اوراق وحسب تطبيقية بعضها بدأ يخش في مرحلة التصنيع وبعضها ان شاء الله يعني مسألة الرزق دي خلاص دي دخلة دخلة مسألة المطور المعمول بتوليد طاقة كهرومغناطسية عن طريق الضوء ده ان شاء الله ربنا يسهل يا رب ويبقى هو كمان في مصنع لهذا النوع من الابتكارات او لهذا المطور لو صح التعبير يعني او الوسيلة الخاصة بتوليد الطاقة موسيقى